موسيقى موسيقى النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفزق الكذاب بطريقة سهلة جدا واقتصادية بتعم وريحة لون الفزق الطبيعي خليكم معي عشان تشوفوا الطريقة للاخر لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشلل بيديوهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا حباب قلبي في قناة ديك البرابر النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفزق الكذاب من الفول السوداني بطريقة سهلة جدا واقتصادية اول حاجة معي ربع كيلو فول سوداني متقشر ومتحمص لازم يكون متحمص اول حاجة هتحنوا طحنة خفيفة في مطحنة الخلاط لحد ما يبقى مجروش مش عايزها مطحون ناعم مطحنت السوداني يا دوبك بس اعطيته لفة في المطحنة بتاعت الخلاط بقى مطحون خشن مجروش زي ما انتو شايفين مش عايزها ناعم معي لون اخدر جيل غزائي ورحة الفزدو هجيب معلقتين كبار مية معلقتين بس وهنزل فيهم رحة الفزدو حوالي معلقة معلقة صغيرة هنزل اللون وقلبوه مع بع هلو اللون ده تقدر يتحكمي في اللون غامق او فاتح براحة هنزل باللون ورحة الفزدو على السوداني وهقلب هقلب كويس جدا لحد ما السوداني ياخد اللون كله هقلبت السوداني لحد ما اخد اللون كله هجيب صاج وافرض فيه السوداني هفرض السوداني في الصوت وهدخله في الفرن انا مسخنا الفرن وطفيته هسيبه ينشف في الفرن عشان ما يبقاش منادي هدخله الفرن ينشف وبعد ما ينشف هطلعه وحوريه لكم اهو يا حباب قلبي الفزدو الكذاب بعد ما طلع من الفرن سبته في الفرن عشر دقايير لحد ما نشف خالص زي ما انتو شايفين هنحتفز به في برطمان هيعيش معنا فترة طويلة لو عجبتكم طريقة عمل الفزدو الكذاب ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة جيك البرابر اشوفكم في فيديوهات تاني سلام اشتركوا في القناة